طيب العمد طبطوبة طبطوبة أخيرا طبطوبة أخيرا كيفك؟ الحمد لله أنت أنا مليح أنا كتير مبسوط أنه إجيتي على البودكاست يا أنا كمان بظن واضح من وجهي سوشل ميديا مانجر بشركة الفان جروب ما شاء الله ما شاء الله قبل ما نوصل على الفان بهمني أعرف كيف بلشتي بمسيرة السوشل ميديا مانجمنت بحس الدنيا أخذتني على السوشل ميديا أنا ما كنت مخططة أكون سوشل ميديا دخلت عالم السوشل ميديا بالألفين واثناش كان لسه بكير يعني أنت بكير فينا كثير ما كان أصلاً إلها مسمى سوشل ميديا كانت إنه مواقع تواصل اجتماعي ودخلتها من باب الفضول وكنت بالمنطقة أنا كنت ساكنة بالسعودية فكنت أنا أول البنت أو أول بنت في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها بتطلع وجهها على الكاميرا فهذا الإشي عمل شوي ضج عندي ونصر توقف أهلي وإنها بنتكم تطلعوا هيك بعد فترة من الفترات رحت على الجامعة الجامعة كانت نقطة التحول بحياتي بشكل أساسي مش بس بالسوشل ميديا بحياتي بكل إشي فأنا حدا اجتماعيا أكيد فتفاجأت أكيد فتفاجأت بش بالبالك بالبالك كثير فلما طلعت من عند أهلي كنت مرتبطة بهذا الكميونيتي وأنا كتير متعلقة بأهلي صراحة وما كان عندي بالسعودية أنه أصحاب أو طلعات فطلعت من المجتمع هذا على مجتمع تاني أنا ما بعرفي ولا أي إنسان كانت هاي أول مرة بال2016 أدخل الأردن أول مرة بحياتي ما نزلتي على الأردن أبدا من السعودية ما عمرنا إحنا أهلي أنا ماما سورية وأبوي أردني فلسطيني فالبلد اللي كنا نزورها بالصيف هي سوريا أنا قضيت طفولتي بسوريا الأردن كنا نمرها بالحدود فهاي كانت أول مرة أول مرة أكون لحالي بدي أعتمد على حالي أنا أول مرة أعرف إيش يعني فاتورة كهرباء إيش يعني تمشي بالشارع ما عندي هاي الأشياء أقارب أو حدا ما فيه كان بيه كان أخوي معاي بدرس بعم ما أنا منحكي بإربد درست بجامعة اليارموك وأنا درس إعلام أختي أما جابدي أسألك عن إخطة أخصاص أنا درس إعلام إذاعة وتلفزيون يعني الشغفك من الأساس إلو علاقة بالإعلام عارفاني من يوم يومك إنه أنا هذا المجال اللي بيأخفي كانت الحد الوحيدة اللي بده يغير لي الشغف تبعي ماما دخلت أنا كتير شاطرة بالمدرسة فماما درست قالت لي بديك تدرسي علمي وتدخلي تصيري دكتورة جباري إيه كلاسيكو إيه وأنا عندي ربو فكان عندي دكتور من أنا صغيرة اسمه دكتور حسام فكان هو الآيدل تاعي إنه أنا بده أصير زي دكتور حسام وأصير دكتورة أطفال صارت كتير مواقف تعرضت لكتير أشياء بسبب الأزمة اللي عندي وشفت مشاهد بالمستشفى ما كنت أقدر أتحملها فحسيت إنه مش هاي أنا يعني ما حكون بساعد بحس بدي أنا لناس تساعدني سوري طلعت على الموضوع لا لا كتير حادي هي لك طيب أنا بهمني أعرف التفاصيل حتى ولو لنربط إنه عادي مثلا واضح قلت إنك دخلت بمجال السوش والميديا بكير بس ما لك عرفاني إلى وين دو يوصلك وانت مهدت إنه يعني تقريبا يعني بدون ما يكون أصدق وصلت لهذا المكان فبيهمني لأن بفترض إنه في كتير أشخاص يا عندهم ضياع ما بيعرفو وين دو يروح وبيكونوا راسمين خطة معينة ومعارفين الحياة وين رح تاخدها فهالتفاصيل لا تهكي لهم بلاكس بحس هي تفاصيل هي اللي شكلت قصة وشكلت الإشي اللي أنا عليه اليوم فبتذكر وقتها دخلت إحنا في السعودية ما عنا تخصصات كتير عنا علمي أدبي خلص هاي يا هيك يا هيك وعلى أساسها بتحدد المستقبل تبعك فدخلت أول أسبوع أو أول شهر تقريبا علمي وكانت مديرة المدرسة صحبة مع ستي كتير فروحت شفت هاي المشاهد وصارت هاي النقطة فروحت حكيت مع بابا فحكت له بابا فنان فحكت له بابا إنه أنا حاسة ما رح أكون دكتورة جيدة للعالم فقال لي بتروحي بكرة أعطاني الأبروفل تبعته قال لي بتروحي بتقولي للمديرة إنه أنت حتحولي أدبي يعني من نقطع الخيط على ماما من البداية أوه أوكي إنه مو نكمل علمي ونروح بعلم الماما ولي بدون ما تعرف بدون أوكي ماما قعدت تقريبا أسبوعين ما تحكي معاي ولا ماما وكانت تحط لنا الأكل وتلف بجوة فالضيط صراحة لأنه أنا كثير وحب أنه أمي تكون مبسوطة وراضية وكان في عندي زي صراع داخلي فروحت عندها وصلاحتها قلت لها بوعدك تكوني فخورة فيني يعني أنا رح أدخل هذا الإشي مش لأنه سهل لا أنا بحب الطريق الصعب يعني ما بس تسهل بصفتي يعني أو بشخصيتي بالطبيعة فحولنا زعلة ماما بعدين رضيط جبت الأولى طلعت على المدرسة كنت كتير شاطرة حتى بالأدبي دخلنا على الجامعة كتير كانت أصعب مرحلة بحياتي وكنت وحيدة فيها لأنه الناس أو البنات اللي تعرفت عليهم بالجامعة كانوا مش من البيئة اللي أنا طالعة منها فكتير أكلت مقالب كتير يعني تعرضت لمشاكل أنا كنت مش فهماها كنت كتير بريئة كان في تنمر كمان بالموضوع ولا بس عدم تقبل أو لا بالجامعة كان في تنمر وهو التنمر شوف في المدرسة كان عندي تنمر من نوع على الأزمة اللي عندي وهيك بالجامعة كان في تنمر على الأشياء اللي أنا بلبسها وكتير كانوا يحكوا علي بجروبات الجامعة وهيك بس أنا ما كنت بالجروبات فكان بعدين لما تعرفت عبنات صاروا يصوروا لي أنه طيب شوفي شو كانوا يحكوا عليك وهيك بس شوي عادية بحس أي كوميونيتي جديد دك تدخل عليه بدك شوي يتم محاربتك يعني ما عمل لك أزمة يعني لا بس كان سبب يعني أدور على صحاب أوكي فهيك أنا فتحت الإنستغرام تبعي أكتر عملته public ورلشت أتصور فكان الهدف وحتى أنا حكيتها في مقابلة قبل السوشال ميديا عندي فتحتها أنا وللآن بدي أعمل أصحاب لأنه في الواقع ما قدرت ألاء أصحاب بفترة الجامعة ففتحت حسابي على الإنستغرام وصورت أتصور وصاروا البنات اللي بالجامعة بدهم يتصوروا زي صوري فأنا شو صورت أعمل هذا أول شغل اشتغلته بحياتي قلت لهم للبنات أو فتحت على إنستغرام تبعي اللي بدوا ياخد جلسات تصوير زي اللي أنا بتصورها بس تقبلها كنت أخد شي رمزي خمسة دنانير ما بعرف كم درهم بتساوي أوكي بس كان رقم جيد أهلا هو رمزي بس ما نبطل ما نبطل وكنت أصور على التليفون وأعمل إدتينج على التليفون والناس كانت تثق فيني ويجوا يصوروا معاي هون بلشت أنعرف بمنطقة إربد اللي درست فيها هون لسه الموضوع كان بأول طلعت أوله لسه ما كان مطروح ولا هاي 2016 أوكي ولسه بتعلم بالجامعة دخلت على الإعلام أكتر حسيت أنا حبيت كيف الناس بتحكي في الأخبار حسيت كيف الناس التخصص طبعنا حلو أنه أنت تبحث عن معلومة تكون سبب بصوت لناس حسب المواد اللي أنا أخذتها وشوي بالتسلسل يعني الزمني بلشت أحس أنه طيب مش موجودة بالإعلام التقليدي لأنه بتذكر مرة الدكتور كان أعجم بأنا كتير يعني ببين صغيرة فكان كل طلاب دفعتي ببينين بعمرهم وأنا كنت كتير صغيرة حجماً حجماً ونحيفة أنا كنت كتير بأيام جمع صغيرة صغيرة كان عنا دكتور هذا الدكتور هو أول واحد أعلن خبر مهم عبر الإذاعة يعني هو حدا كتير مهم إذا أعطتك نوت بيكون آسطو بيكون شايف فيك أشياء بالمستقبل ما أنا رأيت أجمبه بدي أثبت لي أن أنا ساطرة قال لي طيب اقرأ الخبر كانت إلقاء خبر كان الأوتوكيو قدامي وبقرأ كنتم مؤهلين يعني عاملين تمهيد كان عبارة عن إلقاء الخبر أول واحد تعمل خبر الثاني تلقي إيش على الإذاعة إنه تعمل قصيدة مقالة هيك إيش إنه عادي تعمل إيش عاطفي بس اللي قدامي الكاميرا بدك تعمل إيش أخبار بجأة بيقول طيب ألقي الخبر اللي قدامه هو جهور صوته أنا أعدم توترة وكنت أدرب بالبيت كتير رحيت أقرأت الخبر وأكد أنه في حدا توفه ما بعرف إيش كلهم يطلعوا عليه إيجا تطلع بيقول لي طيب نصيحة إلي أنت لا تصلحي أن تكوني على هذا الكرسي احكيلي إذا أنت في يوم طلعت حكيتيلي فلان أو في بلد تم احتلالها أو فلان مات رح أضحك اللي ما بقتنع فيك تايا أنية how dare you الصدمة stay in your lane know your lane ما نعرفان his lane هلا بنحكي عن know your lane هلا شوي شوي التشويق التشويق شايف الإعلام شو بيعمل يا الله اللي صار أنه بعد ما حكى لي هاي الكلمة كل زملائي قدامي حسيت أنه أنا كتير نهنت قدامهم وأنا فاشلة وأنا عندي هاي النقطة أنه أنا كتير بأنب نفسي هل هي كانت نقد ولا تنتيف هنا لا حرام نقد بس أنا كنت مخدها على خاطر يعني هدولة الطلاب زملائي بشوفهم كل يوم شو بتم تظلوا يحكوا علي وهما الناس ما كانت تتصدق كلمات صير تمسكها عليك طيب خلاص بديك تتعلمي بلشت أتدرب 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 يجا يومي الفاينل خلال هاي الفترة رحنا على الإلقاء الثاني فكان بيقول لي طيب أنت جاهزي القصيدة أو المقال أتقول أنت أحكي قصيدة قال لي أوكا هاي كان محتة بابا بيضلي يحكي لي ياها دخلت على الإذاعة زي هذا المكان والمكان مسكر أنا سأحطه وهو إذا فتح المايك وحكى كل حدا بيسمع إذا حكى خلاص أنت بدك تسكت يا أنت فشلت يا نجحت خلاص أنه أنا اكتفيت أو يعني أنه خلاص أنه أسكت أو خلاص كملي أو بيحكي لك كيكة أنه أنا كنت منتفتر كثير بس هالقصيدة كنت أحبها وأنا أنا بابا بنقرأ قصائد مع بعض منحللها فكانت إلها معنى لأنه بابا هو اللي قرأها معي فتعلمتها قرأتها زي أسلوب اللي أنا بحبه وأنا حاصلع جوائز بالإلقاء عندي فارسة القلم وعندي سفيرة الإلقاء من أيام السعودية من أيام المدرسة عندي كتير جوائز وأشياء كنت أحب أشارك معنى أنت واضح أن هذا الموضوع واضح نحكي عنه لأنه بعتقد ساعدك وفتح لك مجال يعني حتى شخصيتك بتعكس هالثقة بالنفس يعني إجبارة تكون عملت عندك ثقة نفس لأن أضعف أو أقل تعليق كان عادي ممكن جدا أنه يعمل لك أحباط ويخليك أنه أنت بتعرف شعور لما تكون أنت ناجح بعيون الناس ويجي حدا أقول لك أنت لا كيف يعني أنت بتعرف الناس أنت عارف شو عندي جوائز أنت عارف أنا مين والله كنت حدا مهم بالمنطقة أوكي أوكي يعني بس هالإحساس أعطاك اكتفاء ذاتي وثقة لو لاها بعتقد لو لاها كان وضعك يعني كان منح فعلا ولو تعرف والله زان لو تكت قولي طيب ارجعي لورا أنا بدي أرجع لو بديك ترجع لورا شو تعملي ما بغير إشي بس برجع بحكي اللي كانوا يجوا يقولوا وين هذه البنت المجنونة الصغيرة كانوا يحبوني هذا شعور أهلي يعني هذا صيطك أنك مجنونة الصغيرة كان هذا البنت الصغيرة آه كان هيك دايما شقية بعدها في شغلة كان دايما يعطونا شهادة يكتب فيها النوت ستحتهم أنه جبت واحد واحد يعني أنت ناجح دائما أنا دائما عند ملاحظة مدرساتي شو كتبين كثيرة الحركة والكلام كل مرة خلاص في إجماع يعني هاي أنت من يوم يومك فمو بتحكي شو فايدة تكوني شاطر في المدرسة بس أنت كثيرة الحركة والكلام فأنت كتير كتير شائع المهم أعفك ربين قوسين بحسة هاي your superpower صح هاي ميستك عن جد واللي بيقلك غير هيك ما بيفهم صح وهذا قلب لإلعك نرجع للمهم المهم شو وين كنا عن آه القصيدة تعلمتها روحت على الستيديو وحات أحكي أنا بلقي القصيدة نسيت أني أنا بالإذاعة خلاص عم بحكي إشي أنا كتير بحبه أنا كتير بعرف أحكي فجأة بلاقي المايك بس خلصت المايك انفتح الدكتور شو حكا لي الله كلمة الله هاي سجلوا لي يا أصحابي يصوروني تبشر بالخير بالعموم خلاص هاي كلمة الله صارت زي كيف ده أحكي لك كلمة بيني وبين بابا لما أعمل شي حلو يبعتلي زي التون تاعة الدكتور الله دكتور محتسب حكالي الله خلاص الشهادة العليا أنا ختمت الإعلام أنا بكرة فتخرج من الجامعة خلاص فبعدين كان الفاينل هذا وجانا الفاينل النيوز إجا دكتور قال لي طيب تفضلي هذا كانت مرت الخامسة قدام الكاميرا وبحكي كتير كنت متدربة كتير فإجا إش آخر شي بيحكي قدام الزملاء كلهم طيب ليست أفضل شخص يلقي الأخبار ولكن طيب أفضل شخص يحاول بيحكوا شوف طيب من أول يوم لإلها وكيف اليوم ما كنت بيرفكت زيهم بس حاولت أني أطلع أفضل ما لدي حكالي أنه قدرت ألعب بملامح وجهي قدرت ألعب بالتون تاعت صوتي فحسيت أنه كيوت حكيت لني أن أنا بحاول يعني زي اللي صلح الإشي حس أنه دايقني أو أنه جرحني إلى مكانت واضح يعرفت كيف شهادي شهادي هاي لحالة شغالية مميزة تخرجنا آه كملت وقتها ماما جبوا لي أهلي كاميرا أنه بلشت أخذ جلسات تصوير اطور الموضوع من التليفون للكاميرا صرت أصور خرجين صرت أصور خرجات أعمل إديتينغ ما بعرف إيش لحد هيك كتير عرفت بالأردن يعني بلشت أن أعرف كتير عمستوى الأردن يعني ما أطلع بشارع ناس تصور معاي فيه كريم صاميرنا كريم ما بيصدق النس صور معاي شو كان المنصة انستغرام من خلال انستغرام يعني الشهرة كان سبب الانستغرام انستغرام سناب شات بس سناب شات ما كملت فيه لأني تعرضت لموقف فيه سيء تمخيانتي عبر السناب شات أحكي لك القصة أكيد تم نشر واحدة اللي صور أنا كان عندي حسابي برايفت وكان عندي حساب البوبليك فالبرايفت أكاونت كان فيه عندي ثلاثة من صحباتي وكنت تعرف إنه إحنا بنات منزل صورة أنا متحجبة منزل واحدة بدون حجاب لأنه صحباتي في واحدة أخذت صورتي ونشرتها وجاني واحد في الجامعة بحكي لي مش هاي انتي وقتها إنه أنا توترت إنه شو ما لكم أنا ببني مستقبل إعلامي فضائح طبيل عمد على جوجل ما بزمت فوقتها كتير توترت وحسيت خلص إنه هاي المنصة لا تتناسب معي ومن هداك اليوم كتير كان عندي رولز وحدود إنه كيف أنا مين أدخل حياتي مين لا شو أنشر شو لا بلشت أخذ الجلسات ما حسيت إنه أنا كتير شغوفة بهذا الإشي يعني حسيت أخدته من باب إنه بدي أدخل مصاري بأعتمد على حالي وإنه خلص إنه فيه إشي أنا بعمله جانب الجامعة بعد فترة دخلنا على تخصصات العملي أكتر والتخصص كتير ساعد إنه أنا أفهم شو بدي بهاي الفترة صاروا صحابي أي حدا عنده مشكلة بالأكاونت تبعه يجيني إنه طيب أنت بتعرفي أكتر منه شو رأيك هيك طيب شو أكتب على صورتي هيك كانت البدايات وهون كنت الضليعة أو يعني واضح كنت آطع الشوط منيح بالجامعة لا على الانستغرام يعني اللي كان يجي يستشيرك لهالموضوع أنت هون مجربة وكنت منزلة تذكري قديش مسلا كان عدد المتابعين مع أنه ما كتير أنا بحب ثلاث تلاف ثلاث تلاف ويعتبر جيد جيد بس ما أنه يعني أنه أنه أنا مشهورة استعرف شو أنا مرات بفكر ثلاث تلاف بدون ثورة السوشيل ميديا يعني أنت ثلاث تلاف عندك ما في عندنا إنفلوانس ما في منافسين ما عندك ناس عم بتصور أو في ناس عم بتسوي زيك شو كان طبيعة المحتوى اللي كنت عم تنزلي تصوير أصور حالي وأنزق قصائد بصوتي وهيك أشياء ومقالات أنا بكتب ودائماً أنزل نصوص لإلي ما كان في مثلاً سكتشز أو هيك أصوص كان في مشان أعرف طبيعة أنت وصلت إلى هذا المكان لأنك من الأساس هيك ولا صار في تعديل بناء على كنت أعمل بتاع في ميوزيكلي كنت أعمل الأشياء تاعت ميوزيكلي وكان في عندي فيديو قبل ما يطلع تيكتوك وميوزيكلي كنت أنا أحط الصوت على جوال تاني هذا ببيتنا في السعودية أحط الصوت على جوال تاني وأثبت الكاميرا كونت أقلد وحدها الله يصلت عليك الله يصلت عليك وأنه عندها حبة سهلة وهذا الفيديو بابا كان مفضل عنده فأنا أخذ الفيديو وأركبه على البريمير أحط الصوت على الصورة وأعمل فيديو بعدين سهلوا علينا الحياة صار في صوت أنت تصبت عليه فأنا كنت مخترعة تكتب صباقة 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 المهم مرت الأيام كان حلو شعور أنه أنا طالبة مميزة بالجامعة علاقتي مع ذكاترتي كانت كتير ممتازة كنت كتير شاطرة أخذنا مواد عملية هون بلشت أكتشف عالم الإخراج فيه إشي اسمه إخراج فيه إشي اسمه كتابة وهذا الإشي أنا جربته من أنا بالمدرسة بتذكر أحمد شوغيري كان عنده قمرة برنامج قمرة بطلع في رمضان والفكرة منه أنك أنت تعمل فيلم قصير وتأدمو ويا بتنجح يا بتخسر يا بتفوز وقتها أنا ما بعرف شو يعني كاميرا كنت بالمدرسة ما بعرف شو يعني كاميرا ما بعرف شو يعني تكتب نص وسكريبت وتعمل وعالج وكذلك ما بفهم شو هدول رحنا عملنا كل إشي تعرفت على ناس بالمدينة وصعب كانت التواصل وقتها كان المنصة الوحيدة تتواصل فيها مع الناس البي بي أم تتذكر البي بي أم أكيد فكان صعب وماما ترنع صاحبتها إذا بتعرف بنت بتصور أعراس ممكن تصور فيديو تخيل لو هنا الموضوع شو دخل الأعراس بالدراما يعني فاهم رس بدك تشتر الموارد المتاحة شو ده وقتها رحت أسبوع كامل أروح وأجي كان عندنا معرض الظهور وعملت فيلم أسوأ فيلم بحياتي وقتها زالت إنه رفضوا كيف يعني ترفضوا فيلم قصير دراما ولا كوميدي رواية رواية أوكي كان فيه voice over وشوت ومنزلهم كم شخصية كان فيه كان ناس كتار جبت كل ولاد العيلة وأنت هون كمخرجة كمخرجة وكاتبة ومصورة وممثلة يعني أصدق يعني أصدق نزلت ب أحمد السبك بالكريتز طيب 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 فيلم لو بجت أوه هي كان وقتها زالت أنه كيف يعني أنت ترفض كيف يعني بعد ما مرت الأيام دخلت على الجامعة بلشت أخذ الوثائقي بلشت أخذ صناعة فيلم دراما إحنا كانت مواردنا بالجامعة كتير قديمة فكنت أنا أول وحدة وأعوذ بالله من كلمة أنا أول وحدة تدخل التصوير الحديث لطلاب الجامعة ومشاريحهم أخذنا مشروع تصوير فيلم وقيتها بتذكر عملت فيلم اسمه شيلن كان هذا أول أعمالي الإخراجية أحب هذا الفيلم وكانت قصته حقيقية يعني قصة فيلم كانت من طفل موجود عندنا بالحارة وصار بيني وبينه موقف وهذا الطفل يعني كيف أعادي أحكي لك القصة أو لا هي حدود إنه أبوه ببيع أعضاء وهيكا هاي يعني حسب أنت أنا ما عنده مشكلة حسب حدود البودكاست لا البودكاست يعني كل شيء متاح تقريبا بس إذا يعني ما بحب يكون شيء أنت عندك مشكلة معه آه لا عادي عادي هذا الطفل كان أهله ببيع أعضاء أهله يعني أبوه ببيع أعضاء هو بأخوانه عشان يجبلهم لأماتاش ويرميهم بشوارع هما مقتدرين بس هو كان يحب يرميهم بشوارع عشان يجيبوه لهم مصاري فهذه القصة اللي صارت حسيت الله حطه في طريقي عشان بين قوسين الموضوع هذا كان شائع ولا كانت منحارة اللي أنا فيها شائع آه عن جد أوكي أنا يعني لك يمكن الشيء الوحيد اللي يكون ما بدنا نعكس حالي غير دقيقة أنا بس من باب التنوين إنه واضح هذا الشيء كان يصير قد لا يكون يعني يعني كافح هو بس إنه حالي كانت موجودة بالحارة تبعتي أنا كبلد معين لا بس إنه بالحارة كانت موجودة فحسيت الموقف اللي صار بينه وبينه حسيت إنه الله حطه الطريق عشان أنا أحكي عنه قلت لأصحابي كنت متعرفة على الصدقاء أصدقاء جداد يمان وحداد والنجوة هدولة التيم يعني هلأ صاروا ماي بيست فرنز خلص ما بقدر أستغني عنهم قلتهم يا شباب اسمعوا كنا كنا في بداياتنا كلياتنا وما بنعرف أشياء بس هم كثير عندهم تيكنيكل يعني بيصوروا متابعين للسينما الأجنبية بيفهموا بالكاميرات بالعدسات وبالمنطقة اللي درست فيها هي ما تعتبر عاصمة فلسه مواصلها هاي الأشياء وإحنا بناخد مواد بالجامعة من أيام نيفرتيتي يعني الراديو أيام اللاسلكي وإش يعني التردد إنه أشياء ما بستفيد منها هلا حكت لهم أنا عندي قصة بدنا نعملها كتبت النص صاحبتي سعادتني اسمها يارا وحدادوا يمان أسموا الأدوار عليهم وطلعنا هذا الفيلم ضرب كالناري في الهشيم كان إشي ما عمري توقعته يعني الإشي بيقول لي طيب هذا إشي أنت بتحبي فكرة أنا بحكي لك تسلسل تصوير كتير مهم تليفون كاميرا بعدين بلشت أفهم الإخراج بين قوسين قدي بتحسي أنه إقباله أو الإقبال اللي حصل عليه إليه علاقة بسبب القصة القصة لأنه حقيقية على مقابل معالجة طرح الفكرة يعني قدي لعب دور موضوع أنه هاي جدا جدا خاصة أنه الطلاب ما كانوا يسدوا أنه هاي قصة حقيقية والفكرة أنه بآخر الفيلم هي الفكرة أنه عن جد هذا الولد بيموت كيف أنتوا قتلتوا الولد يعني كان في عنا تساؤل أنه كيف قتلتوا الولد فأنا وقتها بتذكر حتى بيذكروني فيها صحابي طيب أول ما يجينا سألناها طب شو نهاية الفيلم بيموت في حدا بيقتل الوطل أنا لأنه أنا كطيب لما شفت هاي الشخصية الحقيقية تخيلته عن جد هذا الولد قاعد بيموت بسبب بصمت فما رح أصور للعالم أنه هذا الولد عاد أبو بيعمل فيه وهو رح ينجو بالأخير ما رح ينجو الفيلم أدي كان مدته أقل دقيقة 3 دقائق 4 دقائق كان قصير جدا وكان كان كافي أنه يوصل الفكرة وهاي هي كان التحدي تبعا يعني هاي لحالة حل هذا اللغز لحاله بده جائز يعني يعني ما أتظن أكتر من 3 دقائق 4 دقائق هلو بحكيك قصة مضحكة عن الموضوع وقتها عملنا وتعبنا أنا عملت بروبوغاندا على الموضوع بطريقة أنه صارت الإعلام يحكي عن الفيلم قبل ما يطلع ترويج تخيل على السوشال ميديا عمدا يعني أنت عملت هي من دون ما تقصد هذا اللي بيرجعني للسوشال ميديا كنت باني علاقات جيدة مع 3000 متابع اللي عندي اللي أنا ما بعرفهم بس كانوا متفاعلين معي بطريقة بتذكر أنا مسيجات عندي ما بتهدى فلما بلشت أصور وأصور معاناتي وأنه كيف عم بدور كنت أنا بعد اليوم عندنا تصوير بنفس اليوم خلصنا تصوير بالليل أروح أدور على الأكسسورات تاعتني يوم وأجهز كنت ما أنام كنت لحالي ما بحف شو يعني بروديوسر شغوفة أنت واضح ما عندنا لأنه ما كنا نفهم هاي المسميات ما كنت فاهمة كل المسميات وكل شخص شو وظيفته شو بيضيف للعمل آه ما بعرف أنه أنا مخرش المسموح وشو المسموح كيف دعطي أوردارات ما كنت أعرف مهم كنت كتير أصور لو وصل الموضوع لواحد اسمه رامي مزيع بالراديو رامي شافني على الانستجرام صار يحكي تاني يوم وصلنا فيديو من متابعيني صيب شوفوا هذا بيحكي عنكم فتحت يوجد هون فيلم اسمه شيلن وشيلن هاي لمخرجة بنت صغيرة بياربد اسمها طيب كيف يعرفتني من أنت فوقتها حسيت قالوا لي صحابي أنه انت بتعرف بتعملي قصة أو ماركتينج على السوشال ميديا اللي تجيبي الجمهور صورنا منتجنا قلنا طب نعرض الفيلم هذا العرض هو التحول ال180 درجة في حياتي بالسوشال ميديا قلنا له نقطة مفصلية مفصلية قلتهم يا جماعة تعالوا بدنا نعرض الفيلم بعد تكيتات دعوة أونلاين والموضوع مشي ما توقعت حدا ييجي كنت طارحتي على شي منصة فيسبوك يوتيوب لا لا لأنه أنا كمان دكاترتي بجامعة قالوا لي طيب في مهرجانات والمهرجانات لا تقبل أنه أنت تكون عارض الفيلم من قبل يكون أول فيلم إليك وهذا كان مشروع تخرج أو مشروع لصف معين ولا ارتجال ولا ارتجال لأنه كنت ماخدة مادة تصوير كنت بجروب وهذا لجروب كلها كانوا شباب ولا واحد فيهم سمع فكرتين ولا واحد فيهم قبل يعمل فكرتي فتم يعملوا بدكم إياه ولما إيجاني هذا الولد حسيت هاي فرصتي أنا أثبت لهم أنا شو شايفة وإنتوا اللي خسرانين إنكم ما عملتوا الفيلم تبعي وإنت كان ببالك إنك تعمل إنك تجسدي الحالي هاي عصغر يعني أو هل عانيتي للاقيت فكرة ولا أنت عارفاني أنا إذا يوم من الأيام لابد أعمل شايفة هاي هي الفكرة اللي يعني كانت مستهضرة مكتوبة بتذكر وقتها جبت الدفتر تبعي وعطيتهم يا للشباب قلتهم هاي قصة طيب ما رح نصور إيه إيشي شو مالك صوروا إيشي اسمه بيلا إيشي زي هيك إنه بنت بلحقوها شباب بالأخير فهم إيشي ما كان منطقي وتزعلت ضبيت الدفتر زي ما هو وتهم عملوا بدكم إياه وأنا رح أعمل هالفكرة في يوم من الأيام وعزمنا الناس البست روحت على الجامعة دخلت على المبنى يعني بشفت مربح هيك بس هذا هو ومتنا لأخذنا موافقة وإنه نعرض على شاشة زي شاشة تلفزيون يعني تم يلا أني نعرضه دخلت زان ما في مكان أنا أدخل كم شخص بيساع المكان؟ ما بعرف هو المكان ما بيساع أكتر من مئة ما بيساع بس ناس لبرة والله ناس لبرة أنا لما دخلت صرت أبكي مش عارفة شو بدي أعمل توترت طبت خيل ما يحبوه خيل أكون حكتلهم عن إشي كتير حيل وناس تحكي شو بهذا الأرف طيب يعني إنه كتير رحكتي عن الإشي وتطلع الإشي تعفى صرنا شو نعمل؟ نعرض الفيلم يطلع الفوج ويسفوا يسفوا يسفوا ويرجعوا يدخلوا ناس يسفوا يسفوا أنا خاصة داك اليوم صاحبات يصوروا فيديو كولم سووا فيديو كولم لماما ماما صارت تبكي فيه بروفيسور كان يعالج لإيدي لأنه كسرتها عشرين مرة وأنا صغيرة مرة ماما أخدتني عنده بس بدي أذكرك عشان هذا الموضوع الدكتور حكى لماما ديري بالك أول ما دخلت بقوله دكتور بتعرف يدي مكسورة بتعرف أنا ماما كيف كسرت لإيدي أخدتني عن صاحبتها وكانت الشاب أهوة مو دارية عني أنا أنا بفتح قصص ويدي مكسورة إذا الدكتور بيحكي لها لماما ديري بالك على بنتك يعني رح يوم من الأيام حتصير إشي فماما لما شافت الفيديو وكانت على الفيديو كول بعتت لي البروفيسور صدق يعني هي رجعت لهذه اللقطة وأنا أعيضها طراحة إنه كان كيوت إنه ما توقعت الناس تحب حسيت هون هذا مكاني أوكي طيب بنا نركز هلأ هون كملت جامعا عرفت بالجامعة إنه طيب إذا فيه مشروع عملي لا تدخل إلا بقروب فيه طيب وقوعك نافس طيب وحبيت السمعة اللي طلعت علي ما إنه عن جد دوري أنا الفكرة بس المصورين هم اللي إلهم الدوري الأكبر فأصحابي صاروا يصوروني أشياء للجامعة تبعتي بلشنا دخلنا عملت وثائقي هذا الفيلم شيلن أخذ جوائز شارك بالكرامة مهرجان كرامة اليمن كرامة الأردن أخذت عليه جوائز في مهرجان اللادقية السينمائي أخذت عليه تنويه خاص من لجنة الحكام أخذت عليه برضو جائزة بمهرجان الأوروبي للأفلام ففيلم شيلن غني وهو ابني الصغير أنا بحب شيلن الفيلم ما في هاي الإمكانيات وما بحرف بس خلص وصل للعالم بعد شيلن انتقلنا للوثائقي وثائقي كان تحدي بالنسبة إلي دكتور وقتها حاربني حكا لي ما رح أعطيكي الأبروفل على الفكرة ما بدو ما بدو هاي الفكرة تقول له أنا رح أعملها بدك إياها تنجحني ما بدك إياها ما بتنجحني لا فقال للطلب لأنه أنا كنت الأولى على الدفعة والمعدل تاعي مهم كان في سبب أنه ما وفق لك بحكي لي ما فيها هدف لأنه كانت الشخصية اللي إحنا بنحكي عنها اللي بالوثائقي كانت عن دكتور عن شخص رجل صنبكم لا بحكي ولا بسمع بس فتح مطعم طب البروسيس هاي الطفولة هاي الأهل كيف ما بدنا تتوثق هاي وثائقي حكالي لا ما هو أبوه عايش بالخليج فأكيد أبوه ساعده يعني كان مرفه يعني ما في قصة تحكيها فحكت إنه أنت النظرة السطحية اللي عطيتني إياها ما خلتك تسمع أو تعطي حالك فرصة تسمع الهيستوري تاعت هذا البني أو تشوف ما هو رائيات اللي وصل وإنت بتعطيني وثائقي يعني أنت لازم تعلمني هاي الأشياء وأنا أحكي لك إياها فإيجا بيحكي لفحك على الطلاب إيش حكالهم اسمعوا علي طيب ما رحت أخد معدل عالي بهالمادة من الآن أنا بحكي لكم بدها تروح تعمل فكرة هتروح تعمل فكرتها إذا التيمة موافق يروح معها يروح أنا بقبل طيب تشتغل فردي ممنوع بس عشان ما يدخل الطلاب بفكرتي اللي هو مو شايف إنها مقتنع ويجي ما يجيبوا على ما كل البنات اللي كانوا معي قالولي إحنا إن بدك ترسب بنرسب معك عادي رحنا صورنا وعملنا الفيديو كان واو إني هذا الفيلم واو واو تخيل إنه أنا قاعدت أترجم لغة إشارة والأسئلة اللي عم بسألها بالوثائق بلغتي الإشارة وفي تفاصيل حلوة كتير والمكان حلو يعني مكانه كتير حلو وهذا المكان هو جنبيتي فبلم كل صحابنا اليمنيين بيعدوا بيعزفوا عود بالليل شاي كرك عمل أجواء بالمنطقة بي جنبيتك بيربت إحنا بنحكي هلأ عن الأردن بيربت منا الفيلم وخلصنا ففي حين عنا بتناقش إني أنت بتعمل الفيلم بدلا بتروح بتناقش الدكتور بيقول لك مثلا أعمل كذا كذا انتقادات كذا قال لهم ما بدي أشوفها لا بالدرافت 1 ولا درافت 2 بدي أشوفها بالفاينل فأنا ما كنت أروح أنا ما كنت أروح أبدا روح أنا وصاحبتي نشرب قهوة نعمل الإدتين ما تأخذي ملاحظات ما فدا كانت عبارة المدة تاعت الوثائق يا ملا ناسية بس يمكن 12 دقيقة يمكن هيك إشي أو أكتر المهم عملتها وخلصنا إجا الفاينل رخلنا عنده للدكتور وقعد يشوف الفيلم ساكت أنا شو عملت هو هون مكتبه وفي كرسي هون وكرسي هون أنا قعدت على هذا الكرسي حطت هيك عملت والله يعني مش فارقة معي شو بده يحكي وفتح اللابطوب أنا إذا بده هو بده يرسبني أنا عملت عليه قعد يشوفي شوفي 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 أنت مقتنعة هون لما قدمت مقتنعة بالشور 100% يعني لو بدي أدمه لمسابقة حكون بعارفة حنفوز الله صل فيلم هذا اللي أنا بحكي عليه هذا الوثائق اللي أنا بحكي عليه والله منت قليلة يا عمد اجت حكت دكتور أنا بدي اعتزار قدام كل الطلاب ما بتقصر فيه اجت بحكي لا لا وخلصت الفصل كيف ما في عندنا محاضرات خلص خلص وشو بدي معدل بدي علامة هكذا إن شاء الله بتاخدي علامة بس ما بقدر أوعدك إنها تكون أعلى علامة من الموضوع كل الطلاب بالطمنين بالطمنين إنه ما في حدا حيكون أعلى إما رح نرفع الأذر يشتاع هاي نتائج تاعد هذا الفورس فإجا نزل المعدلات فتحت إحنا جيبين تقريباً 90 وكل طلاب من 60 وتحت يعني 60 و50 فوقتها طلاب عمد وسكنين شتبعت وشو يا دكتور حكيت إنه ما في منافسة طيب ما حتكون الأولى حكى لهم طيب أجبرتني أخليها الأولى كلهم صاروا بعتقول لي بعتين الفيلم نشوفه متحمسين فكان كيوت صراحة أثبت له إنه أنا بعرف وأثبت لحالي إنه طيب إذا أنت قامنا بقصة عمليها وحس هذا هو المجال ومثائقي هذا برضو كان إلي دور على السوشال ميديا لأنه الناس هي اللي كمان طرحت إنه أنا أعمل هذا الفيلم لأنه هذا العمو كنت دايما أصوره على السوشال ميديا تبعتي خليت الناس تعرفوا بإربد يجوا يصيروا يشربوا من عنده يأكلوا من عنده فحسوا الناس إنه طيب زي ما عرفتين عرفي الناس عليه فكانوا جزء إنه أنا أحكي عنه شاركتنا فيه مهرجان الجزيرة للأفلام ما ترشح بس إنه حبه وبس هاي من الفكرة بعدين عملنا كتير أفلام بعدين بنص الحياة قرر أشتغل بمحل أهو بتاكي جد؟ اه بالله اشتغلت بمحل مصة أهو شو أخذك لهو ولا معرف بليلي ما فيها طوامر فتنا من النوم إنه خلاص بدأي سير بهذا المكان لا كان صيفي أنا ما أخذت ولا صيفي بحياتي لأنه أخوي كان ندرس حمدسة فكانوا أهلي درسوه الصيفي وأنا أرجع عنده مرت علينا فترة إنه الإقامات داعت أهلي ما تزبطت وما عملوها قررت أضل في الأردن فأنا أضل في الأردن وما عندي شغل أو ما عندي جامعة ومش منطقي فقلت لأماما بدي أطلع أدور على شغل ماما قال ليه وخلاص وما نكمل يعني ما نمقصرين معاك خليكي قعدة لأنه برضو المجتمع لسه مش آمن بالنسبة لي مية بالمية رحت في حدا مني عرفه ورد اشتغلت عنده بمحمصة المحمصة إنك أنت تعمل قهوة تحمصها على النار أو تحمصها هيك بعدين تحطها بالآلة وكان شغل متعب تبع جال إيدي أنا صغيرة وكنت لسه بالجامعة بدك تعمل هيك بالآلة وتعب كيس وتغليف حراري وتغليف شوكولاتة وتنظف وتشطف وتسكر الشفت وتعد الفلوس اللي بالكاش كان إشي كتير أول شغل بالنسبة لي لك هذا ولا كنت مش تغليه ثاني شغل اللي بعد التصوير يعني أذكر بالتصوير كنت كتير أموت أنهار المهم دخلت على المحل المدير حكى لهم أنه طيب ما منمسكها شفت خاص بس خلوها هيك تساعدكم ثاني أسبوع استلمت شفت كامل وأمشي أردرات وأجيب أردرات فوقتها حسيت هو إصار يحكي لي صوري لنا إشي للفيسبوك يعني حتى هما ما كانوا مهتمين بالإنستغرام أنا صورت أجيب عدتي أحطى بالأرض أصور أعمل فيديوهات أنزل للمحل فوقتك تشفت أنه هذا كتير مهم أنه الزبون يجيني لما يدخل الزبون من الباب شفتكم على الفيسبوك هذا الفيديو اللي أنا عملته أي واحد ورجيني هذا والله بجنن شو هذا يفهم هما مو فهمين بش صار في إبهار بش صار في إبهار وصار في ناس فوقتها حسيت هاي الأداءة مهمة كتير فلشت أصور للمحل أنزل هم تصوري بتليفون أوكي بتليفون نزلوا ما بعرف إيش وقتها إيجاني تدريب قناة المملكة هاي تدريبي كان فيها روحت طلعت مع المراسلين طلعت مع الأخبار مش مبسوطة هاي مو أنا مش أنا أبدا أكد خلص طيب ما هي مشكلة بدك تخلص التدريب تاخدي الشهادة وتروحي على الجامعة تخرجي خدت الشهادة تخرجت بنا شغل إجت كورونا أنا تخرجت بكورونا بكورونا وجودي على السوشال ميديا كبر كان صار عندي يوتيوب تشانيل صرت أعمل فيها فيديوهات ومو بعرف إيش وأنزل هون كانت أول بداياتي في اليوتيوب بس أنا ما استمرت على اليوتيوب شو السبب؟ حسيت ما عندي شي أحكي خلص بسبب المدة الزمنية المطلوبة لتستمر على اليوتيوب ولا؟ إنه بيوتيوب بدك تكون عندك كتير محتوى وأنا ما كان في عندي معدات يعني بتذكر أمجد أخوي كان يجي يهتبط لي الكاميرا يهت علي عشان يثبط لي الكاميرا أنا مو شايفة حالي ويصرخ علي ويبهدل وخلص وفكينا وطفشتينا وكورونا كان لكل أخلاق وبدايقة يعني ما يحط ضايق حادا وكنت أعمل محتوى عن القصائد هاي الأشياء اللي أنا بحبها أحكي عن القصة التربوش من وين إجا يعني أعمل معلومات بس حسيت الموضوع عم ياخد بروسس وعم بدور على الناس تعملي إديتينج والناس مش دايما موجودين يعني أنا برضو مش كتير بعرف أعمل الأشياء هاي فأطعت على حالي هذا الموضوع إنه خلص ما له داعي بكورونا دخلت يوتيوب صرت أعمل كتير فقرات على الانستغرام وريلز وليسه كان مو ريلز كان الفيديو آي جي لسه ما كان واصل الريلز آي جي تيفي آي جي تيفي آه أعمل فيديوهات أنزل يجيب ألف فيو ألفين فيو يعني واو وأنه صار عندي أرقام ما بعرف إيش صار تخرجي ملت تخرجي أونلاين على اللايف والناس في الأخبار حكوا عن اللايف تبعي أنا نفسي أعمل تخرج أنا داخل الجامع عشان ألبس قبعة التخرج وما لبتها وحاربت الزملاء عشان أول واحدة بيحكو لك الأولى على الدفعة بيحكوها قبل كل حدا ما حدا حكى الأولاد كيف يعني؟ بدنا إعادة ماذا؟ ففتحت لايف عملت لايف وتم يا شباب إحنا عنا لايف وعزمتهم للناس وفتحت لايف وما دخلت عملت زفة الحالي فيوز 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 عالي على اللايف أنا يوم بيحكو علي بالأخبار إنه في بنت استغلت اللايف وعملت أحلى حفلة تخرج بهاي الأجواء يعني كثير كيوت بتحبيت هذا الجو أحلى الشيء بكل شيء التي لها هلأ إنه أنت بالنسبة لإلك قمة الإنجاز كيوت وهي كلمة معتمدة يعني معتمدة عندي كيوت يعني تابع إنه مكسر الدنيا كيوت يعني هاي أبروفل فين نكمل نستمل بعد حسيت هذا الجو تبعي عبيت هذا المكان تعرضت لكتير أشياء بتخزي فيه بس حلو حلو ترجع تحكي مع الناس تنقل التفاعلك مع الناس فترة بحثي عن العمل هاي هي الفترة اللي كمان وطدت علاقتي مع الناس صار عندي فولوورز أكتر كان يصير معي مواقف أروح أحكيها على الإنستغرام هرجات للبيع يجماعة صار معي كذا يجماعة عملنا كذا والتفاعل كتير قوي فوقتها حسيت أوكي بنتشر عم بصير عندي فيوز أكتر فبعدين أتيحت إلي فرص أنا أكون بريزنتر على شوز بس بالسوشال ميديا الديجيتال يعني هي مش للتلفزيون عملتهم ما جابوا لي كتير صدق بس عملوا لي حضور يعني أنا فيني أعمل أشياء إيش كمان إيش يخلاني بالسوشال ميديا بعد الهاي اشتغلت بقناة المملكة وقتها واشتغل هون كان إنه دخلته كبزنس كمهنة يعني إنه أنا مهنتي هون شاتك بإربط ولا نقلت على عمان هلأ بنحكي بإربط الفكرة إنه أنا كطيب بحب التكنيكل بالسوشال ميديا من قبل ما الناس تعد تحكي لك ألغوريثم شادوبان هالقصص أنا كنت أتواصل مع أبل إنه إذا خرب الجوال بدي أعرف ليه خرب يعرف الإنستغرام ليه عمل هيك ليه سوى هيك عنديك فضول تعرفي ما هو رئيات اللي عم بيصير على المنصة وبحب إنه أنا كنت مثلا صحابي بدهم ينزلوا إشي أنا أعد أتخيل لهم الفيديو ممكن تعملوا كذا وممكن تنزلوا كذا الوقت هذا بحسه مو مناسب زمان هذا قبل ما تعرفي optimal time ولا بعرف إشي إشي يعني إنسيت أنا ما بعرف صدقني وقتها ما بعرف خلص الموضوع عملت بودكاست كان عندي برنامج على الإذاعة وكنت أصور وأنزل يعني كان عندي حضور إعلامي بس مش الحضور الإعلامي حتى أنا وقت الأفلام انكتب عني بالجرايد وطلعت مقابلات يعني كان الإشي كتير حلو إجتني فرصة من أهم قناة في الأردن يعني إخبارية قناة المملكة طيب عشان اتدربت عندهم كان عندهم بوزيشن اسمه social media moderator شو يعني social media moderator يعني إنك تراقب المحتوى community manager وإنك تعمل تقارير بالأرقام بالأراء إنه نحاول نبلور social media دوامي بهاي القناة أخبار 12 ساعة كنت أدعو من الساعة 6 الصبح للساعة 6 المغرب ما كان عندي off ما عندي جمعة سبت هاي ما عندي سبع أيام بالأسبوع سبع أيام بالأسبوع كنت أخد يعني ما من راتب ضئيل جدا بس حبيت إنه أنا أساس يعني أنا مهمة بهذا الموضوع صح إنه أنا عم بنهلك صح فيه سترس صح إنه الأخبار السلبية كتير لما تشتغل بالأخبار بتصير سلبي يعني أنت ما بتبطل تسمع العالم بالصوت اللي هاي بتسمعه بغضب الشعب خير هيك أنت فعليا يعني الأخبار السارة للأسف ما فيه أوكي قد تكون موجودة بس يعني لكل خبر سار في ما يقابله خمسة آلاف مصيبة صح والخبر السار الناس ما ترضى فيه يعني بتكون سلبية فأنت مو خلصان ولا بيجيب التفاعل العالم بدأ أنه الكل الأرضية يعني إلى الفناء أجد آآ فكان الموضوع كتير سيء بالنسبة إلي كل شهر العقدي كان يتجدد شهري كل شهر بدي ولا ما بدي بدي ولا ما بدي بالأخير كل شهر أجدد أجدد بالأخير الضبطت لسفر عند أهلي قبل عند أهلي كان فيه برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة تم اختياري من ضمن خمسين شاب وشابة أنهم يروحوا على الإمارات يجوا على دبي بناء على التقديم أنت قدمت وهذا التقديم من أيام الجامعة بقدموا وأن رفض دائما أن رفض أصحابي اللي أساعدهم بالتقديم بيروحوا أنا بدي أروح وقتها فتحوا بكورونا وسكروا لأنه صارت كورونا بعدين فجأة رنوا علي شو قالية الانتقاء بتعرفي الشيء أنه لازم تكون أنت كتير حدا فعال على الإعلام عندك خلفية من الإعلام متخرج أو مو متخرج مو مهم يكون حطنا أعمالك السابقة هاي وفي أسئلة بدك تجاوبها يشوفوا عن يعني مدى تفكيرك بهالمجال وقتها كنت نفس إجاباتي كل سنة أقدمها نفسها لأنه أنا عارفين ما في شيء بدأ أغيره أنا بقتنع أنه صح بس أنتوا ليه ما بدكم يعني شوي 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 يجعني قبول خلص بدأ أروح وقتها سألت مديرتي حكت لي إذا رحتي بدون راتب حكت لي ما بدي راتب أنا أبدأ أروح روحت هناك كانوا زي الجامعة كلهم شطرين كلهم بقرؤوا أخبار سياسية بقناة المملكة لا لا بالقيادات بالبرنامج كل الشباب صوتهم جهوري بيحكوا البنات كلهم عندهم حضور بيعرفوا يحكوا مع الضيف وهاي أنا كنت إنسانة يعني كيف أحكي لك حاسة أنه أنا أفشل وحدة بينهم ما بعرف أعمل هاي الأشياء لقى جانا كورس كان مع قناة معينة وكان فيه واحد اسمه وليد I love وليد صراحة بحيي إجي قال كل واحد فيكم يقوم كان دوب وطالع الريلز يجي صار ريلز قوم وعملوا ريلز كل واحد يعمل ريل مع البنت اللي جنبه أو الشاب اللي جنبه عن موضوع قمت عملت ريل أنا عن كتاب كنت عندي فقرة كتب في ثلاثة ثواني أطلع من كل شوت وأحكي عن الكتاب كنت حفظة لأنه كنت عملة قبل ما أجي قورته هو كتير أنا حسيته بيخزي ممكن أنت عملته تمهيداً للمكان اللي رايح تيره لا content it just happened أنه هي كان كان content لأنه عندي هذا الcontent كان عندي ثلاثة أفلام وثلاثة كتب في الأسبوع أحكي لهم للناس عنها فهون استندت لشيء أنت عملة عملة بزر فوقتها نحطينا على التلفزيون أنه ننعرض الأعمال تنعرض أم هو لما شاف حكوين ها هاي البنت أنا بين الناس أول من راح ديناديني في هذا البرنامج hi that's me يجي بحكي بتعرفي يا طيب لو أنا عندي شركة social media أنت الحدا اللي بسلموا إياها قللي أنت فاهمة كيف تصوري فاهمة كيف تجذبيني مع أنه أنا بس كنت مصور أشياء حتى ماني فاهمها أنه أنا بس بطلع من الزوايا وهيك ما كان العلاقة لسه ما كنا داخلين موضوع الhook والإنجيجمنت والأصص كنت بعرف بالمملكة تعلمت الأصص أنه بالمسميات أخذنا وقتها هيك كان حلو بالنسبة إلى إضافة بدأنا استقلت من قناة المملكة لأنه طلعت لي سفر عند أهلي كان صلي سبع سنين مش شايفاهم فروحت عند أهلي أنا على الحدود هل كان السبب موضوع له علاقة بالإقامة ولا إقامة والتغت أنا إقامتي ففي قانون بالسعودية أنه أنت لازم تضل خمسة سنين بالخارج السعودية إذا طلعت نهائي وسنتين كورونا فصفت سبع سنين كانت إشي سيئ يعني هو صقلني على فكرة يعني الناس ما بتعرف هاي الأشياء عني أو الناس بتفكرني حدا كتير صغير ومدلع بس كتير أنا واجهت صراحة بحياتي المهم ليسا يعني هاي مش موضوعنا وأنا على الحدود برنوا علي قناة رؤية قالو مين أنا رايحة سنة عند أهلي ما حدا يحكي معاي على الحدود يعني أنا بعد خمسة دقائق التليفون رح يفصل قالو مرحبا معاكي HR من قناة رؤية أهلا شو بدك بدنا نعمل معك انترفيو لرؤية كتشين مطبخ بحكي لأماما أنا أروح على مطبخ شو بدأ أعمل بالمطبخ كيف يعني ماما تقولي معنا الحرف لا أخدت الشهادة وعلقتيها بالمطبخ قالت لي ماما أعطيهم فرصة قابلت وافقوا علي روحت هون كانت ثورة هون خلص أنا انفجرت يعني كنت في أخبار مكبوطة وأعطي أفكار ما حدا مو لأنه هم سيئين لأنه طبيعة العمل لا تتطلب ولا يعني مسموح هذا الإشي الشخص الصح بالمكان الغلاط آه كنت هيك عن جد معنى الحرفي أخدوني رؤية أول أسبوع أنه بنندربها حطوني عند السوشال ميديا مانيجر تاعهم الهيد وبيحكي لمديرتي شو بدأ أدربها هاي كيف سمعوا عنك صاحب أحدة من البنات اللي جوها القناة حكت لهم عني وما كانوا يشوفوني على السوشال ميديا زميلي سابقة إليك بجامة آه أوكي أوكي سميلة سابقة ما أنا مجرد حدا تابعك وحب شغلك آه لا لا هي زميلة وبنان على أوكي آه بتعرف في مصداقي بالموضوع تعرفني أتهم جربوها شوفوها جربوني أنا بالمقابلة كنت بضحاك ومتحمسة وهيك فحبتني الهيد قالت لهم هاي بدها تعمل فرق جيبوها فقعدوني جنب السوشال ميديا مانيجر بدهم يعلموني كيف أنشر على التيك توك فحكت له عن جد أنت بدك تضيع وقت تعلمني كيف أنشر قطوله أنا بنشر لك ثلاثة بوستات هلا على التيك توك يعني مش إشي الهاشتاقز شو مالك يعني أنه نتعلم إشي جديد إيجا مسكني وداني عن سلمة مديرتي قالها هاي البنة ما بدها تتعليم يعني دخلوها على الشغل على طول نحكي رؤية نحكي عن خلية عن برامج لايف ضغط شغل مو طبيعي هذا الضغط ولد مني إنسان مبدع وفيه إشي ما كان موجود عندهم إنه ما كان عندنا بالقناة قبل إنه إنت تعمل إشي تفاعلي على السوشال ميديا يعني كانوا صوروا الضيف صورة وينزلوها إجيت أنا صورت أعمل ريلز إجيت أنا صورت أعمل ميمز بتضحك عن الشفات وكانوا صراحة يعني الاستف اللي عندنا بالمطبخ شفاته وإعداده هيك متعاونين ودمهم خفيف فوقتها شوي 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 مطبخ رؤيا نقلب صفحة كانت محدة يعني ما كان فيها شغل فأنا مسكتها وقومتها نفضتها محتوى جديد ريلز ميمز ديزاين وسكر وقتها المهندس فارس صايغ هذا السيئو تاع قناة رؤيا رؤيا جروب كان يبعت على الجروب هو حدا كيف أحكي لك يعني هو صعب يترضي صعب يقول لك واو وقتها وأنا هذا الإنسان بحبه من كل قلبي لأنه عن جد هو فتح لي هاي الفرصة هو وثق بطيب أعطاها المكان أعطاها المجال وأنا دايما ماما بتحكي لي معنى أنه أنت فراشة بس بدك لي فك جنحاتك الأماكن اللي قبل كانوا مقيدينين لأنني قادر أعطيهم وقد لا يكون سبب شخصي ولا أنت يعرفت كيف يعني بدك أنت المكان الصح ليقدر يحتضن قدراتك ويشوف الشغلات الموجودة فيك صح عن جد لو ما جربت كيف عرفت صح ولا لا كان قضيت عمري وأنا بفكر أنا بالأخبار بس أنا ماني بالأخبار حتى أنا أي فرصة بتجريني أخبار ما بقدر أقبلها كمان ساعدك موضوع التحول اللي صار بالسوشال ميديا والتسارع وا 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 يعني يعني تلبقوا لبعض آه شكرا آه أنا بحب سوشا بحس لو ما السوشال ميديا شو بدي أكون يعني حتى لو بعتقد كنت رح تنجحي بالأخبار بس بحس هذا المكان بيشبهك أكتر صح أنا أكتر والفاي بتاعه أنا أكتر آه بحكي لك بعدين عملنا نقلة وصاروا أنا كيف أنا ما كنت يعني بشغلي بهاي القناة مهندس فارس عملوا event تكريم لعشر سنوات في رؤية وأنا ما كان صلي ثلاث شهور بس عملنا كتير انت بثلاث شهور عملت نفضة فعلي نفضة هاي تات شهور اللي احنا بعدها بتتثبت أنا أنا بدي أثبت ولا لا طيب تعالي على event لا ماني جاي شو بد يجيبني ما بعرف الناس اللي هناك لسه ما أخذت على الجو تعي 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 بسقنات رؤية وين جغرافيا بالأردن بالأردن تعي 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 رؤية بعمان بعمان أنا هون نقلت على العمان وبلشت رحلتي بالسكنات وتعلمت أعيش مع بنات يعني عرفت يعني ما كنت متعودة على هذا الاشي رحت آه فروحت على event فإجا هو في فيديو أنا ثبتها عندي بالصفحة هذا الفيديو بالهمني عن جد يلهمني كنت واقفة أنا يعني عم بيكرموا الناس فإجا حكا لسه كنت دوبي ثلاث شهور ما بتقدر تعملك نقلة بالأرقام فإجا حكا في حدا عمل ثورة في قناة رؤية ما جاب أرقام بس عمل ثورة وكل حدا بالفيديو بيحكي طيب كيف يعني كيف أنت بتطقفين لهذه الدرجة كيف شايفينني هيك ومش هيحكي اسمي أجا حكا في مطبخ رؤية اللي هو إحنا وقدمتني مديرته وخلتني أستلموا كلهم إيجوا معي في وقتها حسيت أنا هون هذا الإنسان أنا رح أعطيه 100% من الخبرة تبعتي من الإبداع تبعي ما رح أبخل عليهم بفكرة إجا أنا أفكار ونعمل فيديوهات فهو إيش صار يعمل دايما يبعط أشياء كيوت كومنت سكت كوتا دايما يعمل شير على الستوري تبعته من الشغلنا مع إنه شغلنا مطبخ يعني بس كان يعمل دعم لإلنا أنا صرت أعطي كتير وأعمل أفكار جديدة كتير فحتى صار فيه مسابقة داخل القناة لأنه إحنا برامج يعني برنامج صباحي برنامج شبابي مطبخ صار يعمل تنافسية جو المكان هذا الإشي خلاني أتعلم سوشال ميديا بدي أجيب أرقام أنا عندي كريتيفتي بس لازم أجيب له أرقام وهو مرة بميتنك حكادي طيب بس أنا ما نسيت الأرقام بدنا أرقام بالنسبة لهم الأرقام هي النجاح أنا بالنسبة إلي أرقام مو نجاح بالنسبة إلي قد أنت بتأثر في الـ audience داعك هذا نجاح أحيانا يتناسب مع الأرقام وأحيانا ما في داعي مهارات إنت بتعمل content without value يعني بس بيجيب لك أرقام طب أنا شو استفت من هاي فهي هاي الفكرة وهاي الفاليو تعلمتها بألفان جاياك بالحقل نحن عم المهد اه تعلمتها بألفان وتعلمت إنه مش لازم كل إشي إحنا نستنى منه مليون نفيوز ليس بس تعف طبيعة رؤية كانت في قنوات منافسة فأرقامنا لازم تحكي عنها عشان نحكي إحنا أحسن من المنافسين وما كان إشي سيء أبدا عملنا أفكار عملنا ريلز وفصار في ناس تستعمل ريلز تاعتنا على الأصوات تاعتنا الإشي كان كتير كيوت وصورت أتعلم أتعلم أحضر يوتيوب أحضر تيك توك شو الناس بتحكي شو يعني سوشال ميديا مانجر شو يعني ريلز شو يعني فيسبوك كيف البست براكتس تاعت الفيسبوك شو مقاصر ري ما كل هاي الأشياء بدأ أتعلمها هلأ اتعلمت كيف أشوف الشوت على الهواء وأحكي هذا بتاخد ريل وبنحط وراء هذا الميمز وبنكتب عليه كزا ضغط هذا كنا ننشر تقريبا 30 بوست باليوم أو أكتر على مدار كل ساعة أو ساعة دي كان حجم الطاقم اللي هم تشتغل معه بمطبخ شفات هم الشفات يعني بنا نحكي تقريبا خمسة ستة شفات كل واحد له حلقة بالأسبوع على مدار الساعة ومدار الأسبوع مدار الأسبوع كنت أنا لحالي بالسوشال ميديا ما كان معاي حدا بعد فترة كان معاي بنت اسمها نور وهلأ هي مصفحة كمان وكان مديرتنا سلمة كمان المدير له دور كيف يبرزك عند الشخصية الأكبر في الشغل يعني هي مديرتنا ما كانت تاخد كريدت إلها تحكي طيب والله اللي عملت في أقسام تانية ما كانوا هاي الإدارة الصح بالإدارة الصح المهم نجحنا تعلمت كتير برؤيا جانا رمضان استلمت ثلاثة مطابخ ثلاثة برامج طبخ كونتنت بدك تفكر بهذا فيب وهذا فيب وهذا فيب الشيف هذا عمر وهذا عمر وهذا عمر كلهم بدهم ينزلوا بنفس اليوم بدك تطلع ريل 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 بدك تاخد أطعاط من الهوى بدك تجدول فيه تيكنيكل إيشو فيه عندك لايف أنا كنت أطلع لايف زي اللي بيطلع على التلفزيون يطلع على السوشال ميديا كل هاي الأشياء التيكنيكل تعلمتها برؤيا سنة ونص طلعت مني إنسان مسقول بتعلم لسه بس كيف أحكي لك أنا لو حطيتني أنا بعرف ما تخاف علي ما تخاف على شغلك وأنا ما سكع لك إياه هي عطتني هاي الثقة وثقة فارس فيني مهندس فارس كمان عطتني هاي الثقة وبتذكر لما طلعت من الرؤية أنا أصطقل شو السبب؟ لا السبب إنه تصلوا علي الفعل تصل تعرف وليد هو اللي رشحني للفعل وطيب فيه كذا تقبلي قلت له أوكي ما عنده مشكلة بتشوف بس توصل لمرحلة بكل شغل بتحس إنه إنت بدك تكرر حالك هذا إشي غلط بالسوشال ميديا إنه تصير إنت تعيد الأفكار نفسها تنحرق وأنا ما بحب بيوم من الأيام يجي الإنسان المسؤول ويكون مبسوط بشغلي يجي يقول لي طيب وين الجديد؟ بدنا إيشي جديد ما بحب أنحط بعدها موقف أنا باللحظة اللي بحس إنه أنا بطلت أعطيك رح أنسحب لأنه فيه طاقة جديدة في العالم رح تيجي تعطيك أنا هاي إيماني بأي شغل بشتغله لأنه أنا بهتم إنه كمان الصفحة أو الناس اللي بشتغله لهم راضين مية بالمية كان قرار صعب لأنه أنا كمان الشغل هذا عيلة بالنسبة إلي مو بس أنا كمان عن جد أي شغل بدخله بيكون عيلتي لأنه أنا ما عندي عيلة بالبيت سوء بعيش محهم باكل محهم حتى هلأ نفس الموضوع يعني بحس حتى تفاصيل حياتي بحب أحكيها لزملائي أنا دايما بقول لك ما بيصير بس أنا ممسوط خليك ع طبيعتك يعني عادي إن شاء الله الله ما بضرني طيب طيب أنت ع طبيعتك صرت بهذا المكان صح دربك خضرة لقدام كتير وشفتها من أول ما لتأينا شكرا لا تسمعي لحدا سمعي حدسك وإيمانك بأله واشتغل صح هيك فوكس صح كيوت 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 أبرو نو يور لين عندما هي أول مرة نستعبلها صح نو يور لين يعني عرف المسار المكتوب لك أنت واضح عندي لين قابل أن يتنوع صح you're exactly in the lane you need to be in thank you you are exactly in the lane lane you need to be in you need to be in طبعا نزان بعلمني انجلش لجماعة نو يور لين أنت عرفاني يور لين وين وصلنا قل الحوار أنو ما بتحبّي تشتغلي لحدا إلا من أبو ربو أنو وقتها قابلت الفان حسيت there is something in you رح أضيفه لخبرتي مين التواصل معك من الفان عامر يا عامر حكى معاي وعملوا معي الانتروفيو طبعا جد شافوا قال يعني أنت بتعفل لما حدا يعمل لك ركومنديشن إذا أنت ما بتصدق ما رح تجيبه على الشركة وقتها عملت معهم أكتر من انتروفيو عملت تاست وأشياء فحسيت أنه الله أشاء أنه خلص تسكر هاي الصفحة والبوزيشن كان لسوشل ميديا مانجر بشركة الفان طيب ضبي أغراضك بدك تطلعين طبعا كان الموضوع صادم بالنسبة لزملائي للإدارة أنه طيب رح تتركنا وعنجد حاولوا بكل الطرق أنه طيب ضلي منعملك كذا منعملك كذا أنا بقدر هذا الإشي بس بتحس بالمهنة ما في مشاعر بتحس بدك تاخد إشي جديد وأنا لسه صغيرة يعني أنا إذا اليوم ما طلعت واخد طلعت من المنطقة الراحة تبعتي ومتى بدي أطلع لكن ليس كل ميل مع ذهبا بس الفان هي ذهب عنجد لا عنجد بعدين أنا بتذكر الـ HR قالت لي أنا كنت بوقع الاستقالة وببكي قالت لي شو في هناك قلت لها شو في شو في هناك إذا ما روحت ما رح أعرف فحنضل طول العمر أنا وإنتي نتساءل شو في هنا أنا بروح زبطت زبطت ما زبطت حرجع على الأردن خلص بس ليه أضل طول عمري بتساءل لو رحت على الفان شو كان صار طيب هون سؤال شو اللي أغراك غير لنقول الراتب أو الفرصة بيهمني أعرف شو اللي قدروا يستقطبوه فيك حسيت مجال الشغل شوي رح يختلف حسيت أنا برؤية كنت أعطي كتير creative way هلا أنا بدي أخد management way محتاجة يكون عندي توازن بين الاثنين برؤية ما كان في عندي كيف أحكي لك الصلاحيات أني أنا أنا بحكي رأيي بس دائماً كانوا ياخدوا القرار الخطأ لأنه أنا ماني بوزيشن يسمح لي أن أقول آه ولا لا فهمت علي كنت أعطي كتير أفكار يأمنوا بالفكرة وكانوا يسموني جوكر بالقناة إذا في عندنا event مهم طلعوا طيب ودايماً الزملاء يحكوا أنه لي المطبخ طالع بس كانوا هيك يشوفوني بالفان حسيت رح أخذ هذا الإشي وهذا الشي نحكى خلال interview process أنه أنه رح يكون في قرار هما سألوني أصلاً عامر حكالي أنه كيف تقدري كيف شخصيتك في التعامل مع القرارات وأنك تتعاملي يكون الـ direct manager هو المدير تاع الشركة فأنا وقتها حكت له عامر أنه أنا مدير أنا عندي مدير مباشر برؤية بس لما أنتقل على هذا الشغل بدي أتعلم أتعامل وأنا واجهت تحديات بس لو ما جربت ما رح أتعرف ما رح أتعلم ما رح أكبر وأنا عندي طموح أني أكبر إحنا بنشتغل اليوم ببيئة الإعلانات صناعة المحتوى أنا حتعلم من المكان مش بس حعطي يعني أنا عندي فكرة أعطي وأخد فأنا حاخد من الفان من خبرة الفان من الناس اللي بيشتغلوا مع الفان كيف بيديروا هذا الشغل كذا كذا لا الأشياء اللي أنا بعرفها أصلا رح أعطيها للفان ونقلت على دبي وقتها كانت أكتر فترة كئيبة بحياتي دخلت في حالة اكتئاب كتير سيئة بسبب المفارقة بين المكانين مفارقة بين المكانين كنت بين عالم بحبه صرت هون لحالي ببيت لحالي ما معي ناس حسيت أنه تعرف أصعب شي بالعالم كون كثير ناجح بمكان وتروح أمكان بدك تثبت حالك من الصفر لا هي منيحة وسيفته حدين صح صح بس متعبة يعني أنا بتذكر أنه أنه أنا صرت أشك بحالي بتذكر أنه قلت لهم إذا أنا بعرف أنزل تيك توك ولا لا اليوم أنا بشك أنا بعرف تيك توك ولا لا بهذا الوضع بهذا الوقت شو اللي عم بخليك تحس هيك ما بعرف لأنه ما عم بعمل نتائج كنت لسه هاي أول بحكي لك أول أسبوع صرت أجل الذاتي وطيب 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 وانتي فاشلة انتي ما بعرف شو خلص يعني خلص وقتها رنت على أهلي أنا عمدي ما خليت أهلي يحسوا أنه أنا مش متأكدة من هذا القرار يعني ماما بتقولني أنتي ما من خاف عليك بتعرف تخطي قراراتك أنتي دائما صح تخطي قرار وبحرف عواقبه وبتواجهيها وقتها أدمى بكيت ماما قالتلي ضبي أغراضك وإرجعي قلتلي مو مهم شو بديك تاخدي مهم أنتي نفسيتك تكون منيحة مرات بهذه الفترة السيئة من جديد أنا طلعت من حالة الاكتئاب تبعتي من جديد بلشت أثق بحالي أكتر تقريب السنة عم نحكي أقل من سنة بشوي أقل من سنة وما عمره عيشت الناس فيه بالعكس كنت أروح الدوام لا بشغلة مهمة لك أنا مشان هيك بيهمني شفافيتيك لأن هالقصص من بره قد يبدو أنه الحياة فراشات حتى لو على السوشيو ميديا بتبدو أنه الورود والقصص صح بيهمني معناته أن أتعمق أكتر كنت أتعلمي شو الشغلات المفصلية أو اللي مثلا ما ذكرت بتحسي كانت سبب لا الاكتئاب كنت أحس أنه العالم كلياته على السوشيو ميديا كان في أكتر من شغلة في دبي في تنافس عالي بالسوشيو ميديا كل الكرياترز هون لما أنا أفتح انستغرام أشوف الناس شو عم تعمل أنا وين لسه ونبلشت من الصفر مع أنه كان عندي هاي الأشياء أنه طيب أنت وين والعالم وين أول نقطة ثاني نقطة كل حدا بقى هاي الفترة اللي نقلت في دبي أنت شوفي سوين صرتي أنت كيف يعني بتقولي أنك زعلانة أنت شايفة أنت وين مفارقة أنه يعني ما عجب العجب أنه كانت فصاروا الناس يستقلوا بشعوري يستقلوا بأنه أنا عن جد مددايقة وشغلة ثالثة أنه أنا مضطرة أكون سعيدة على هاي المنصة لأنه الناس بدها تشوفني سعيدة أحسيتني بالنفاق نوعا ما أو أنك عم تضطر تظهري شيء منه ومشاعري ما كانت موجودة للعالم ما حدا قادر يصدق أنه أنا عن جد مكتأبة ما حدا قادر يحكي عن جد والله يعني ما بعف إذا عادي أحكيها بس أنا بتذكر حكيتنا ماما نفسي أنام أصحى ما أكون موجودة بالدنيا أنا وصلت له المرحلة هاي الفترة وتعرف لما تكون صاححة على المدرسة وبطنك توجعك أصحى من النوم بدي أستفرغ يعني عدم المؤاخذة عدد راسي بوجعني بروح للمكتب بضلق عيط يعني حتى أروح الحمام أبكي أنا عشت هاي الفترة الحالي قويت حالي وإنه خلص يلا بدنا نطلع وصحابي عن جد وقفوا معاي كلهم أهلي بس كل شيء كان حوالي غريب يعني غريب أنا بتذكر بالأردن صدمة ثقافية وصدمة كثير بعدين أنت بتعرف أنه أنا الأول ما أجيت الإنجليش داعي minus zero فكنت لما أشوف الناس عم تحكي إنجليش أنه أنت كثير فاشلة في اجتماعات بتصير ما بقدر أكون جزء منها لأنه أنا بخاف أحكي قدام هذول الناس عرفت فحست كمان كل هاي التركيبات اللي نقاط ضعف أنا ما اكتأبت وهملتها أنا اكتأبت وشتغلت عليها واليوم صارت بالنسبة لي إنه والطيب إنه كيف كنت وكيف صرت ما بنخاف عليك الحمد لله عن جد الحمد لله بس هلأ شوي شوي لأ خلص أنا حطيت رجلي وين النقطة المفصلية اللي حسيت إنه فئتي وصار في شمس وزهور وألوان كان واضح كنت عايشي أبيض وأسود تسعة شهور عشر شهور أين ما تبلسنا نشوف الألوان بتذكر كان في حلنا أفنت الوان بليون وان بليون أنا كنت مكتابة فيه كتير بس بعد النتائج اللي حققتها فيه والسمعة اللي صارت عنا يعني الناس صارت تعرفنا وهم بيعرفونا بس إنه صار عفونا من السوشال ميديا إنه هاي البنت عتل الفان وصار الناس تشوفوني يقولي أنت الفان حسيت أوك طيب أنت عم تعملي إشي منيح فيه نتائج منيحة يمكن شكلك ما كنت لامسة النتيجة وانت جاي من محل عم تاخد التفاعل أو أول بأول بزاق بعدين فيه فرع أنا اليوم مديري مدير شركة مش فاضي 24 ساعة يجي يقولك والله ممتاز والله شاطر والله كذا مع أنه هو بيحسسك أنه بطريقته طريقة هذا اللي كنت جاي أتعلمه أتعلم أنه مو لازم يجي حدا يقول لي واو طيب عشان أنا أكون صاح لا فيه طرق أخرى بتخلي الإنسان عم بيقولك you're doing great بدون ما يجي يقولك you're doing great فتعلمت هذا الإشي فهمت من خلال دعم من خلال أوكي كنا نشتغل ببجت معين صار أكبر من خلال الفراس بصير أنه الاعتماد تاع المكان اللي أنا في على الـ طب أنت مهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة أنه كل شي بده هذا يا القسم إحنا قسم عطوهم اعملو لهم يعني بحب الإيمان بقسم السوشال ميديا أنه إحنا عن جد إحنا شركة المستقبل هو ديجيتل إحنا عم بندعم هذا المجال فرب الوين بيليون بعد ما الناس وأنا أنا شفت ناس أنا تفعلت مع ناس يعني صار شغلي كمان في أرض الواقع يعني أنا بظل إعلام ميدان يعني بظل شخص إعلامي ما تحطني لحالي وتقول أعملي محتوى مع زملاء ومزملاء بدي تفاول بدي تفاولها عالي بدي أكون بصرخ وبركض وبحب أنا بحب أكون ورا الكاميرا أني بعمل أشياء وقتها خلص صيب تمام يلا كل أنا طبعا كل زملائي بالشركة أنا كنت أفضلها صيب شوفي هاي كانوا يبعتوني شوفي نايس نار خلص يلا تمام تمام أوكي فهمت تعلمت بلشت أشتغل فخلص هلأ يعني خلص تعلمت كثير أشياء صراحة في السوشال ميديا وفترة الماضية شوفت أنت بتمانية أكتوبر أو سبعة أكتوبر صار عندنا مفهوم جديد للسوشال ميديا صار عندنا الناس صارت فاهمة مسميات جديدة بهاي الفترة وصراحة مع التولز اللي منقدمها وشوفت الناس كيف عم تستعمل التولز داعتنا اللي بمجالي وكيف عم الناس عم بتحبهم عم بياخدوا تغير محتوى على السوشال ميديا يعني أنت لو تنزل تحت تلاقي محتوى أبدا ما إلو علاقة بالسوشال ميديا تابس وتريكس غيرت محتوى أمنحكي كفان ولا كطيب 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 الفان تغير محتوى بس التولز اللي عملتها الفان اللي أنا بستعملها مثلا ووظفتها لمصلحتي الفان لينك عملت استشارات والله صار يجييني ناس معناته أنا عندي جمهور يثق برأيي وعندي جمهور بيحب أني أنا أكون جزء منه أنا أصلا بشتغل هذا الإشي حالي يعني أنا عندي كلاينس بشتغل معهم بكبر لهم صفحات ما أنك عم تروج إلى شيء مجرأ هيك نظريا نظريا يعني مجرب صح وعندي ناس يعني أنا حتى عن جد لما أجيت على دبي عندي ناس بشتغل معهم يعني كلاينس هدول باللحظة اللي أنا كنت مكتئبة فيها وما عم بشوف حالي عم بحقق نتائج كنت أشوف النتائج اللي عم بحقق إلهم إياها فحسيت أنه كان برضو يعطيني دافع أنه طيب في ناس بتثق فيك وناس مش قليلة ناش عندها شركات مؤسسات مطاعم محلات فدول لو ما بيثقوا فيك وبيعرفوا أنه أنت حدا شاطر ما بيحطوك لازم الإنسان يمر بمرحلة اللي هو متزعزع داخليا شوي بعدين بسلك غيرت محتوي على السوشال ميديا صار صار عندي معارف بهذا المجال في ناس كتير كبيرة ومهمين بمجال السوشال ميديا صاروا يستشيروني هذا الشي بعنيلي صراحة فحبهت الموضوع وأنا بحب صراحة ما بتخيلني بمكان تاني دائما بحكي طيب بديت تسكري السوشال ميديا خلاص بدلا بحكي شو السبب ليش بت يعني هل بتعيشي صراع أنه أنا يعني مكانك هو السوشال ميديا بس هل بيشكلك أرق هل بيشكلك هل متعب لي يعني تحس في صراع بين أنه مطلوب أنك تم تحافظي على تجديد وا 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 هل أهوي بنرجع على سيفة وحدين إذا ما قدرت تعملي بالنس معين بينقسل واحد نفسيا يعني إن كان جسديا نفسيا وا 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 يعني شأنها ما بيننا نحنا بنقارن حالنا بالآخرين باللاوعي إنسان عرفت كيف بتعاني من هالقصص بتحسي أنه أحيانا أنك عم تتلقي أكتر ما ما نك عم تنتجي كيف البالنس تبعيك الإشي اللي أنا بحكيه دايما أنا مشكلتي أنه شغلي أو حياتي هي نفس شغلي أنا لما أتعمل ما في فصل وشغلنا ما في فصل يعني أنت عندك نشر على مدار الساعة في عندك ترندات بدك تواكبها يعني أنا ما بقدر أمسك التليفون وأسكره ودايما صحابي خلص أتركي هالجوال ما فيني أترك الجوال يعني أنا هذا شغلي هاي الحالة هاي بده معالج معالج تاني عن جد فأنا بطلع من الدوام بروح البيت بعمل شغلي تاني بالبيت بأحض على الهاي كله بالجوال إنك تتابع سوشال ميديا موضوع مرهق نفسي بتصير أنت مو ملحق هذا عمل فكرة وهذا عمل فكرة والشركة الفلانية عملت فكرة طب أنا شو بدي أعمل وترندات بطلت تهدي وتسارع بين الترند وترند صاروا عشرة عشرة والأشطر اللي يعمل الترند وما بعرف إيش فالموضوع صفق طيب خلص ما هي الغاي من مواكبة للترندات يعني أوكي أرقام أفهمنا وهالقصص بس هي بتحسي أو هو صباق لن ينتهي لأن مهم الواحد يعرف أنت عرفاني يعني لوين ما اتجه لوين حابي تروحي لأن هذا أحيانا بيسهلي يعرف يعطيك النور من الطمأنينة و صح عالجتي هذا الموضوع ولا هل لديك الوقت الكافي أنك تفكري حتى بقصص ما العلاقة ب الواحد بيكون بايع بدوامة السوش الميديو يعني ليراقب حاله أنه أنا شو عم بعمل صح أنا شو لازم مضبط وكذا صح أنا أولا فيه شغلة بس بدي أحكي لك عنها تعطي الترند الإشي اللي تعلمتوا بالفان مش لازم كل الترند ينعمل مش لازم كيف بتفلتريهم value أوكي هذا أنا فتال هو حكا له القيمة المضافئة حطي حالك مكان المتابع متلقي سيبي أنه بدو يضحك شو استفاد منا ما استفاد إشي ليه نعمله ليه نضيع وقتنا ليه نحرق أعصابنا وإحنا بنا نعمل هذا الترند بس لمجرد مواكبية أو أنه إذا بنا نحكي على الشركات اليوم الشركات حتى نفسها الشركات صاروا يعملوا سكتشات وأشياء ما بتحس أنها مناسبة ما نهادف بزا فصارت الشركات تنافز صناعة المحتوى إحنا اليوم نحكي شركة بتنافز صانع محتوى وشوف لوين وصلنا بالتنافس وبتحسيها كمان مانا عفوية بعفوية اللي عم بيعملها هيك بالضبط وصار تكلف الموضوع إنه خلص الجماعة هدوا صار تدخل عن جد أنا بشبه إنه لما تفتح السوشال ميديا زيك إنك قاعد بصالة البيت بس تطلع هيك بحسها فالفكرة تبعتي إنه أنا هلا طيب أنا صراحة مهمة لصفحتي ما بنزل المحتوى بس طيب إذا أنت اليوم بدك تنزلي سوشال ميديا نزلي ما بدك ما تنزلي يعني ما أنك معتمد جدول محتوى أو أي شيء تعرف إنه أنا بعمل كونتنت كالندر للعالم بس ما بعمل لحالي كتير عادي كتير عادي يعني شايفي من شو إلت تحت الهوى شو لازم أعمل وأنا شو عم أعمل في صراع في مفارقة بس الواحد غير هيك بيطأمخ بيطأمخ عن جد صح بتجيك لحظات بتحس حالك أنت مأثر وأنه ناس عم تتقدم عنك بس ما أنا قادر خلص وصحابي طيب يلا للي ما بطلت تنزلي هذا الفيديو طيب فيه ترند روح يعمليه ما عندي وقت أنا ما عندي وقت بس واضح إنك موصلة لما كان في رضا أنا مراضي أنا يا عزان لو عايشي صراع إنه لا مأثر وكذا كنت كنت تعالجت نفسيا من الموضوع أنا بالنسبة إلي كان إنه أنا بدي أصير معروفة والناس تعرفني هلأ يعني من قبل شهر تقريبا رحت على الأردن ونزلت فيديو كنت كتير مبسوطة وفي كنت بسيارة مع حدا من صحابي وحطين أغنية تعمان وما بعرف إيش ومبصوروني نزلت الفيديو طريقة حكم الناس على الفيديو والسب اللي أكلته والأشياء اللي وصلت لأهلي عني بتخزي خلتني أحكي لا ليه أنا بدي أحرق شغلي وأحرق شغفي وأحرق وقتي وجهدي ونفسيتي عشان هدول يرضوا ويسووا لي فلو ما أنا مضطرة أنت بتعرفني كزميل عندي صحاب بيعرفوني كأصحاب أهلي بيعرفوني كأهل ما بهمني الباقي ليه بدي أموت وأعمل أشياء أنا لا أرضى عنها مساء أطلع حالي بطريقة كوميدية بس أنا ما أنا راضي عنها صور الترند لأنه ترند بس أنا ما أنا مبصوطة بشكل فيه الألغوريثم ما تعلق معاي أضل على لا خلص شو بدي هل أنا مهتمة أصير مشهورة إذا أنا حصير مشهورة حصير مشهورة ما بتعرف كيف يعني أنا بآمن إنه الرزقة رح تجيك وإنت بسريرك بس اسعى أنا بسعى هوي أنت أهم أهم عنصر بسعى إذا الله كاتب رح أخدها صدقني يمكن أن أنزل فيديو بكرة ويجيب لي مليون متابع خلص بس بهمني إنه أنا أكون راضية بالرحلة اليوم كل حدا عم بيركض بس مو منتبه للشجر اللي على الطريق مو منتبه على الغزالة اللي على الطريق كلنا حطيني يلا نركض نركض أو نروح على آخر الطريق طبعا جنا طلع حواليك انبسط وأنا بحب أنبسط باللحظة فما بدي أوصل لمرحلة إنه أنا همي بالدنيا أرقام كلهم بثانية بروحوا بدي أنبسط أتعلم بدي أكون راضي عن الإشي اللي أنا بعمله فهذا الإشي خلاني أرتاح شوي إنه عادي مو لازم ننشر اطلعي اشربي قهوة اسمعي أغنية بتحبيها ريلاكس خلص ما في داعي اسبريسو بليز 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 كزامي سينجر كزامي سوشال ميديا لأنه عندي بودكاست بري نيس يا يعني صراحة وصلت لها القناة وخلص بحس حتى أنا اليوم بطل يهمني حتى بالشغل إنه أنا لازم أواكب للترندات طالما أنا محقيق سمعة الشركة الجيدة عم بعمل الإشي اللي برضيني وبرضي المانيجر خلص تمام احنا تمام وعنجد أنا بحكي لكل حدا كونتنت كرياتر هفن باللي بتعمله استمتع اعمل كاسة قهوة واطلع على السوشال ميديا بيرواء ما تتزوج حدا ما بتحبه عشان الترند ما تعمل فيديو انت مراضي عن شكلك فيه عشان الترند ما تصاحب ناس ما بتحبهم بس مضطر عشان يعملو لك منشن عشان تصير مشهور ما تعملو هالأشياء خلص اليوم بحس انت كمشهور مشهور انك ما عندك أرقام بس في عندك كونتن هلأ هيك وعن جد العالم ما عم بروح لصناعة محتوى عم بروح لبراندنج انه كيف انت عم تعمل لبراندنج هذا التحول واضح كتير ملموس هالسنتين حس الاؤديونس كمان اليوم صاروا يفرقوا بين بدنا ياك او ما بدنا ياك مهتمين او مش مهتمين هذا الاشي حلو لانه ملت العالم يعني عكسرنا ايجاه الالتينج تبع خلاص صار الموضوع انه خلاص يا جماعة وين الجديد فبحث خلاص بالنسبة لي حتى لو صفحتي تسكرت ما حكون سعلانا نفسي اعمل صفحة برايفت ما يكون حدو بعرفني بحب ويندك لحقه بدنا نقصنها لطيب لا نسكر طيبة الحقيقية نسكرها لا ابدا ما تنزلوني ما ابغى سؤال بما يتعلق بطيب خمسة سنين عشر سنين لقدام الاخراج واضح انه كان فيه اريك يعني هيك شغلي اعطيتك دعم بتفكري مثلا تفوتة او تتعمق بمجال الاخراج او السيناريو او الوين بتحسي واضح انت بالمكان الصح بالشغل الصح عم تعملي الشي الصح بناسبك واضح لا فيه شغلات عم تتسارع ان كان الزكاة الصناعية او بس لن يخفي الانسان البشر العنصر البشري رح يبقى الو مكانته يعني مع صعود او انتشار زيادة انتشار للزكاة الاصطناعي رح يزداد اهمية العنصر البشري بالضبط وليس العكس لانه الاصطناعي مش هيكون كرياتيف زي العائلة البشري ليش الله خلقنا يعني بدكت يعني بعد عشرة سنوات HR HR يعني كطموح عندك اتجاه معين انه بغض نظر واضح انت وصلت لمكان من دون اوكي ساعتي بس اكيد ما كنت راسمي انه انا ببلش هون بصير هون باخد هون الحياة اخدتني لهذا المكان وين بتحبيت اخذيك الحياة؟ انا بحب تاخدني الحياة لمكتب ببيتي هيك مكتب كيوت اهم شي كيوت اهم شي شركة كيوت للانتاج والله نفسي ويكون عندي لابتوب عم بكتب عليه روايات وقصص وافلام بدي اعملها وانا هني عم بشتغل على رواية هلا بدي هتطلع انا كاتبة ما حكت لك هذا موضوع اهاي كتير انا كنت سامع بس ما يا بتمر ايا ما حدا بعرف هاي المعلومة صراحة ما بحكي عنها لانه بحب انه في اشي خاص بحياتي انا بعمل وبيعبر عني عن مشاعري بدون ما الناس تفعل انه هاي طيم اهلا الحلو بالموضوع انه ككاتبة انا هون دقيت وين عم بتفرغي السترس لانه لو لا واضح صح يعني بالون بدي بدي تطلع سبحان الله يعني لو مثلا صار موقف اليوم بيني وبينك مثلا وانا ادايقت من هذا الموقف والله مرة صار هذا الموقف قبل كم من يوم صار معي موقف وانا متدايقة هالإشارة كانت معين وجاين خطر لي بداية النص انه بدي اكتب هاي وحكت لها اسمعي بدنا نعمل كذا كذا بدي اكتب قدت لي اوكي بعدت لها النص بس خلصتوا ونشرتوا كل حدا ما احلى طريقة التعبير انا عبرت عن الاشي اللي دايقني او الموقف اللي صار ابسطني او لا بالكلام حب اعبر بالاشياء هذا هاي لغتي بالتعبير هاي لغتي بتفريغ الطاقة السلبية فأنا باليوم بالايام يعني ان شاء الله بعد كل هاي الاشياء اللي مريت فيها وكل الups and downs اللي صارت بدي يكون عندي مكتبي ببيتي اكتب فيه رواياتي وافلامي ونفس الوقت عندي شاركتي تاعت السوشال ميديا يعني هذا السوشال ميديا ما بقدر انتزع منها انا بحبها بس لو بدي احط كل الفوكس تاعي افلام كتابة ناهاي فمتلك ناهاي شارة كتير مهمية لان انت لما قلت اوفيس وكيوت وكزا قلت وين العنصر الاجتماعي بالموضوع فقلت الشركة شركة فهي بشفيرك غليل ان يكون فيه تفاعل مع اشخاص وهون اكتب وحلو انه انا يعني انا ريح يكون عندي تيم انا هلا بتعلم عشان انا هذا التيم خلص انا اكون فاهمة كيف بدي امشي هذا التيم بثق فيه رح يشتغل زي ما انا بدي ما بسوكت خلص انا عندي وقت اكتب انا ما عندي وقت هلا اكتب ما عندي وقت اعبر كتير رحت عن الكتابة انا اخذ جوائز بالكتابة وكتبت ثلاثة روايات بألفين وطناش اخذت عليهم برضو جوائز و اليوم بحس بعدت عن هذا انه كمدونات وهيك اليوم بدي اكتب فيلم واعمل هذا الفيلم ورواية حيكون فيلم ورواية تدقني يعني رح تستضيفني مرة تانية حيكون كتير ناجح I can't wait انا اثق فيك على العمياني اه شكرا لا لا لك طيب قلت لك اول ما اطرفت عليك يعني ما شاء الله في عالم روحها كتير حلوة وبتعبي المكان تفاؤل و طاقة ايجابية مع انه كتير صار المصطلح مستهلك بس يعني وجودك كتير مهم للفان لصناعة المحتوى بالوطن العربي وشايف لك يعني مستقبل هائل thanks هلوميت سهلة فيك ما رحقول لنا نختم بس وين بتحسي في فراغات بدي تعبيها ان كان على الصعيد المهني او الشخصي هل انت وعياني للفراغات اللي حابت تعبيها فراغات طبعا اه بعرف يعني الويكنس تعتي بالشغل بالشغل او اي يعني خلينا نحكي على الصعيد الفان صعيد مجال صناعة المحتوى وعلى الصعيد للشخص الصعيد بعاطفي اصدك اذا حاب يعني هادي نحكي مجال عاطفي ادي معك وين يا زان بي صراحك بحالك نبكي نبكي واحد والله هاي حطها هاي حطها بالانترو بعد اشتغل بهاي السركة بطلت بطلت هاي لهاك بحس بالشغل مو نقاط بدي اعبيها بس بحس لسه بمجالنا كل يوم تتعلم فكل يوم بفتح داني وبتعلم اشي جديد يعني بحس كل ما تعلمت اشي بالسوشال ميديا سوشال ميديا مو انه الناس سوشال ميديا نفسها بتفاجأك كل يوم عنا ابدات جديد فعم بحاول اطور من مهاراتي الادارية عم بحاول اطور من مهاراتي الابداعية يعني مو كل فكرة بتخطور لي بدي اعملها الان كيف بتنشطيها لهال القراءة الملكة قراءة شو بالتحديد قراءة الكتب كتب اوكي وبسمع شعر اوكي يعني وبمشي هدولتات اشياء بالنسبة لي انا لما بدي خلص مني عارفة انا ما بعرف كيف احكي بصير فيه ناس بتحكي براسي ماني قادر اطلحهم لما امشي بفكر بكتر في هرمونات عم تنفرز هرمون السعادة هرمون الانجاز هرمون الكزا فخلص هدولة ثلاث اشياء انا بحب اعملهم انه خلص طيب بديك تطلعي فكرة لما مثلا انحشر وما عندي فكرة بحب احكي مع الناس انا كثير حدا بيعتمد على العصف الذهني يقول انا عندي فكرة وانعارف اعبرلك عنها فبحكي لك زان شو رأيك بهاي انت بتحكي لي كلمة بقولك او بنعمل كزا واحدة خلص طلعت الفكرة بقوم بروح هاي انا مرات برين عصحابي اونلاين شباب عندي فكرة شو رأيكم يلا نعملها فانا انسان بعتمد على تنشيط عقلي بالقراءة بالقصائد اسمحها وعصف ذهني وماشي نجي للصعيد السوشال ميديا او صناعة المحتوى بحس لازم انا اوصل لمرحلة يكون عندي فكرة بس عندي تيم يعمل لي اياها لتنفيذ لتنفيذ ما عم بقدر انه انا اعمل هاندل لكل هاي الاساس 24 ساعة بنهار صعب الواحد صعب وعم بشتول على شخصيتي كتير بحاول اتقبل اشياء فيني عم بحاول عم بتقبل طيب انا عندي مشاكل شو مشكلتك مع طيب مع طبطوبة عنا مشكلة مع طبطوبة انها تجلد ذاتها كتير ما بتحب حالها لازم تصير تحب حالها ما بصدق اني انا شاطرة هلأ هاي منيحة وسيئة ما بصدق يعني ما بقدر او ما بتقدر اوكي لك هي بنرجع على انت شكله عندك السيوف ذو حدين كتار بس هي لك الواحد أول شي انت متواضعة واضح يعني واثقة بحالك يعني كيف ما بينقصك لو بينقصك الثقة كنت بخاف من هذا الموضوع بس ما بينخاف لانك يعني الانجاز بيعطيك الثقة هاي اللي مراهي تطلع إلى ورا انها يعني أول مرة بتقعي ولي كيف بدي أكبر تقع مرة بتقومي مرتين خلص تعرفي ميكانيكية انك تقع وتقومي صح فصار في تراكم خبرات وهيك ما بينخاف عليك من هالموضوع بتشكي او ما انك عارفاني قيمة حارك هذا الشيء منيح لان كتير سهل الواحد يفوت بمعمعة الغرور عرفت كيف فهي خصف مجانه فبتخليك على الأرض بتثبت لك زائد بتعطيك المحفز انك صح بتك تعطي أكتر وفعلين هذا يساوي النمو صح فعلا بس بتحس مرات انه لما انت انا ماما علمتني كل مرة بعمل انجاز بسيط اجيب اشي للي تخيص غالي مكافأة ماما بتقول لي انتي كافئ حالك حبيبتي كافئ حالك قومي اعملي كذا اطبخي دلعي حالك انا ما بادل حالي انا دايما كمان شغلة ما بحبها وقتي للعالم ما بحترم وقتي اه اه يلا العالم بديك تعلمي كيف تقولي لا انا ما بحف أقول لا مرات بحكي لا بدينا بحكي طب لا وزع له طب لا وهاي بيهمك ارضاء الاخرين اه بهمني بس اخرت شوي لعالشت الموضوع بس الشغلة كتير مهمة انك تعرفي ما تقولي اي او لا للاشخاص المناسبين خاصة لان صح استغلاليين العالم وولادين الحلال كتار بس كمان الاستغلاليين يعني اولاد صح فهلا للواحد يوصل لمكان يعرف يميز بين اتنين صح ويحط حدود كيف عم بتعملي النوم لل الحماية اه انا بعطي كتير وما مثلا الاشي اللي بعطي للعالم مثلا انا جبت اشي كتير عاجبني بس انت عجبك بس انا بدي هذا الاشي اللي معي بالله بعطيك ياه طب ليه بتحرمي حالك وبالاخر بمص الناس اللي عطيتهم هاي الاشياء اللي بتهمني طلعوا ما بيستاهلوا ازوني بالحياة في سمية كارما في العدل الكوني اه انا ما بدي ما بدي يصير لهم اشياء وانت ما انك عم تعطي لتاخد المقابل يعني هاي من طيبة قلبك اه بس بحكي لك انه كيف انا باجع حالي عشان الناس فعم بشتغل على هاي الموضية بشتغل انه اتثقف اكتر بالحياة اه وبشتغل اني اكون بالمستقبل ام جيدة ما بينخاف اه ما بدي اكون عم بعطي وقتي للشغل كتير وبس اكبر يصير عندي ولاد ابدي شغلي عليهم بقلك من هلأ نيال ولادك المستقبل عليك عن جد شكرا لان يعني قم بلي من النشاط والحيوي والتفاؤل عن جد مرح قول بحسد ولادك يعني نيال من هلأ بقلك نيال ولادك شكرا ان شاء الله اكون ام جيدة ما بينخاف ما بينخاف عليك بخاف انه بتعرف دائما بالمجال انه لما تلاقي امرأة مثلا تشتغلوا هيك يا شغلها يا ولادها وانا بحب انه صراحة عادي لو عندي ناس قالتلي اتركي الشغل عرفاني اولوياتك اه اولادي بستاهلوا يعني انه انا اربي جيل او اربي بنت اذا الولاد ما بستاهلهم مين بيستاهل بالله عن جد يعني ابوهم بستاهل لا 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 واكيد لو يعني الله يخلي لك اهلك واحبابك يعني ما بينخاف عليك اه الى الامام سر سر وشو كان التعليق اللي يكتبوا لك معلماتك اه اللي بتحكي اه كثيرة الحركة والكلام خليك كثيرة الحركة والكلام انا كتير مبسط انا انه عملنا البودكاست والمرة جاي بنا نحكي يمكن شرات تقنية اكتر لنفيد العالم طبعا اليوم كان بيهمني نعرف اكتر عن طبطوبة طبطوبة وين بلشت مع انه في كتير تفرعات كان بيودة انه نحكي عنها اكتر بس اخدنا فكرة عامة شاء الله المرة الجاي بنحكي عن تكنيكل تكنيكل زائد زائد المشاريع ان كانت المتعلقة بالفان او الشخصية طبعا شكرا كتير شكرا جزان اشتركوا في القناة بي 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 لريلين لا لريلين اشتركوا في القناة